ماذا سنفعل؟ اليوم سننظر على امتحان وزاري، اليوم سيكون آخر لقاء لدينا وهو الامتحان سنة 2023، ونظر أستاذي كيف الامتحانات كانت تأتي الآن بالنسبة لأمتحان اللغة الإنجليزية، نحن نتحدث أدبه علمي لجلسة الأولى ما سوف تفرق لذلك الوحيد هو الكتابة نظر على امتحان سنة 2023 الامتحان أستاذي مكون من أربع مهارات رئيسية المهارة الأولى هذه موجودة لدينا وهي ريدين كومبريهنشن ريدين كومبريهنشن، شو معناها يا نغم؟ تقرأ المفهوم الإنجليزية بالضبط، هي فهم المقروع أو الفهم الاستيعاب أستاذي هلأ، إذا نظر عليه ويكون فقرات عليها أسئلة عليه أكبر من كم من العلامات في امتحان الوزاري، كم عليهم؟ 40 علامة 40 علامة من أصل 100 علامة، يعني نحن تقريباً نتحدث عن 40% من الامتحان يعني تقريباً النص هذا القسم أستاذي يكون مكون من سؤالين السؤال هي الفقرة الداخلية في سنة 2023 يأتي لنا الكيس الثالي، وهي الوحدة الخامسة، وهي تتحدث عن ملتن سيكوندر سكول ويأتي عليها أسئلة كالتالية، يعني مثلاً هذا السؤال which text أي نص يتحدث عن كذا، فإننا فقط نضع هون text A أو text B يأتي لنا أسئلة التي هي أسئلة إنشائية ممكن أن نأتيكم جدول مثل هذا، هون يقول لكم هذا السؤال statement reason، ما يعني reason؟ سبب سبب سبب، هلأ، فهون هناك statements عبرات في عنا أسباب، يعني هون يسألنا ليش؟ يعني مثلاً هون يقول لك ملتن سكول بروتين بروفشيونال كارير أدفايزر مدرسة ملتن سكول جابت اللي هي استشارة مهنية أو مستشار مهني ما هي الأسباب؟ ليش جابته؟ ونفس الأشي واحد، تنين، ثلاثة، صح وخطأ على إيش بيعد الضمير ونفس الأشي الفقرة الخارجية الأشي مهم بالفقرة الخارجية الفقرة الخارجية أستاذي بتكون ضمن يعني وحدات الكتاب إذا منطلع هاي الوحدة الخارجية It's a small word في عنا إذا منطلع بالوحدة الثالثة، الوحدة الثالثة بلد حدث الأشي العالم الصغير مية بالمية، اللي هي كانت تحكي عن coincidences هاي الكلمة موجودة عنا هون هاي فالفقرة الخارجية هون عن إيش كانت تحكي؟ كانت تحكي عن الصدف بالضبط اللي هي بالضبط نفس طبعت الكتاب لكن هون بتكون بكلمات ثانية فالفقرة الخارجية هي بتكون ضمن وحدات الكتاب وضمن معاني الكتاب نفس الأشي في عندكم سؤال اللي هو بيكون titles titles اللي هو عنوين بيكون عندكم references بيكون عندكم complete أسئلة إنشائية صح وخطأ ضع دائرة والأخري هاي الأسئلة هلا القسم الثاني من اللي امتحان نطلع عليه اللي هو vocabulary ايش يعني vocabulary معاني معاني المعاني بالضبط هلا أول سؤال كل سنة بيجيكم عليه خمس علامات كالتالي replace the underlined parts of the sentences with words from the box بدل الكلمات اللي تحتيها خط أو العبارات اللي تحتيها خط بكلمات موجودة بالصندوق فاستاذي هذا السؤال اللي أخذ الدوسية بيروح الدوسية على الآخر هتفرجيكم وين هم بيروح الدوسية على صفحة ثلاثة وتمانين في عندكم الكلمات معناهم بالانجليزي انتم اليوم تكمت بالشو تحفظوا ان optional هي نفس not compulsory like minded with similar attitude participate take part in وإلى آخره هاي الكلمات إذا إحنا حفظناها حلينا أول سؤال لا يكون معاني من الكتاب الأول معاني بالضبط هادول هاد أول سؤال في عنا من يونت واحد ل يونت عشرة جاهزين يعني انت بس بتدرسيهم من هون تمام؟ علي خمس علامات هذا السؤال كلمة wait to be sure أخذتوها ولا لسه لا لا طيب من هدول إحنا إيش أخذنا أخذنا doesn't give up ما بستسلم perseveres اللي هي يثابر أخذتوها ولا لسه encouraged motivated اللي هي منتذق متأكل way to be sure أخذتوها اللي هي guarantee اللي هي ضمان ما أعتقدش لسه أخذتوها لا تمام فهذا السؤال الأستاذي عليه خمس علامات هايو موجود هون سهل كلمات انتوا احفظوها وإلى آخره هاتا أفرجيكم بسنة ماضية أفرجيكم مثلا بسنة الالفين واثنين وعشرين طلعوا بسنة الالفين واثنين وعشرين أول سؤال بقسم البوكابلاري هايو برضو نفس الاشي replace the underlined أنتو أخذتو excuse excuse هي نفسها عذور 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 اللي هي أي واحدة من هدول untrue لا لا untrue reason اللي هي رقم 3 فأستاذي ببساطة إذا انتو رفتوا درستوا بس هاي المعاني هذول الخمس علامات بيكونوا بجابتكم هم نفسهم هذول المعاني الإنجليزي إنجليزي بجيبو لكم إيهم بسؤال تحته يعني عليه كمان خمس علامات يعني عليهم عشرة علامات اللي هو هون complete كمّل الجمل التالية بكلمات موجودة بالسندوق هذا السؤال باعتمد على المعاني وترجمتك وفهمك للجمل الآن السؤال اللي بعده بيكون عندكم إفريز الفيربس بيكون عندكم كومس بيكون عندكم كمان ضع دائرة في عندكم كمان أستاذي بالدوسية هذول الجدول هذا فأنتو بتكون تحفظوا هذا الجدول كل الخمسة وعشرين علامة موجودين عندكم بالدوسية من صفحة 79 للآخر فإذا انتو حفظتوه ما دول الخمسة وعشرين علامة بيكونوا متناول الجميع هل إحنا منا نروع على الأشي الأهم اللي إحنا أخذنا بدورتنا اللي هو الجزء الثالث من الامتحان اللي هو language إيش يعني language أستاذي في الامتحان مية بالمية language في الامتحان مش معناها لغة بتاتا language هون معناها قواعد وأول سؤال دائما في قسم القواعد بيكون كالتالي complete the sentences with the correct tense of the verbs in brackets أكمل الجمل التالية بالصيغة الصحيحة للأفعال الموجودة بين قصين هون إحنا منحكي عن وحدة أولى منحكي عن وحدة ثالثة أول إشي منسوي لما منشوف هذا السؤال مندور على كلمة مفتاحية بعدها منشوف إذا فينا في أو سؤال بعضيها منحل إذا انتم مش متذكرين بأول يوم بالدورة أعطناكم هذا الجدول مع الجميع اللي هو في الكلمات المفتاحية في عندكم هون القاعدة صيغة النفي والسؤال وفي عندكم هذا تبع الماضي يلا تعالوا نجرب نحل هذا السؤال مع بعض مين يقرأ له أول جملة؟ أي صف يا أستاذ أستاذي هذا موجود هذا موجود عندك بس على الزوم هذا امتحان وزاري يلا مين قادر يقرأ؟ ماذا أستاذي؟ أحل هانا؟ يلا إطرأي، كبرتلكم إياه كمان ثانيا 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 هناك هون فور هناك هون فور لا ممكن لتبع كريم كريم معناها حاليا يعني في الوقت الحالي وغيرها الأفعال الموجودة عندنا هنا هناك الفعل ثنك وفي عندنا الفعل هف تمام، حكينا على الفعل ثنك من أن نعرف هل هو الفعل ثنك هنا إذا بمعنى يفكر أو بمعنى يعتقد حالياً أنا أفباينج نيو فون أنا أفكير أشتري تلفون جديد ولا أنا أعتقد أشتري تلفون أنا أفكير أنا أفكير إذا أجد تثنك بمعنى أفكير فهي تصبط تخذ ING فهون نحن منحلها present continuous والحال يصير I am يعني حالياً أنا أفكير أشتري تلفون جديد أنا هذا الجهاز لأربع سنوات في عندي أستاذي هون فور أنا وياكي ياسمين كنا متفقين إن فور وسنس إذا شفناهم منحلهم present perfect continuous صح لكن إذا كان الفعل البين قصين stative منحلها present perfect present perfect أو present simple يعني ما بأخذ ING في عندي هون أنا امتلكت هذا الجهاز لمدة أربع سنوات الفعل هون هاف إجابي معنى يمتلك فمنحلها present perfect فمنحلها I have had لماذا هاف هاد لأنه present perfect لأنه هون الفعل هاف ما بيزبط يأخذ ING لأنه إجابي معنى يمتلك هون إجابي معنى present perfect واضحة أستاذي واضحة أكيد يلا قرأي الجملة الثانية يلا مين يقرأ الجملة الثانية تباً واضحة أكد لا يلا دعاً أعمر كماتي ميونيكاشن سكيلز في الأن بسطل أحتاج بليديك أخرى يلاoxe كماتي كماتي وفعل بين قسين المشي سيتيف. هل تنترجمها أنا وياك. أنا على مهارات التواصل عندي لمدة سنوات لكني بحاجة المزيد من التمرين. أنا اشتغلت ولا أنا صار لي بشتغل. صار لي بشتغل. صار لي بشتغل. فمن حلها I have been working. أم يعني أنا صار لي بشتغل على مهارات التواصل لسنوات لكني بحاجة للمزيد من التمرين. يلا حلي. صار لي. did anyone tell me while I was sleeping. لأن في Y. يس. while I was is. sleeping I-NJ. sleeping. يس. الى هون عندي الكيوورد هي while. أتفأنا لما نشوف أن while. يكون عندي بالجملة حدثين واحد طويل وواحد قصير. الحدث الطويل was where . الحدث القصير التصريف التاني. الحدث تسلي لما كنت نايم. الحدث الطويل كنت نايم من حلها. لما كنت نايم أكسلنت أستاذي يلا اللي بعديها أقرأ أنا أستاذ رابع يلا أقرأ We happy after we had lost داريس يس وين كلمة يفتحي يا أستاذي واضحة وفيش أستاذ شو هاي شو هاي هاي حطيت لك عليها بالأصفر after اتفقنا لما بيكون عنا في الجملة after وbefore بيكون عندي حدثين واحد قديم وواحد جديد صح صح We are not هاي الحدث القديم We had lost يعني خسرنا السباق يعني إحنا ما كنا شعرين بالسعادة بعد ما خسرنا السباق عندنا الحدث القديم خسرنا السباق بعدها ما شعرناش منيح ما شعرناش بالانبساط تمام الحدث القديم نحطه هذا والتصريف الثالث الحدث الأجدد نحطه past simple موضي بسيط بس ننفيه انه فيه هون عندي الجملة مطلوبة بالنجاتف بالنفي فكيف من ننفي الموضي البسيط يا أستاذي didn't yes we didn't we didn't feel happy after we lost the race يعني ما شعرنا الانبساط بعد ما خسرنا السباق هذا السؤال أستاذي هو بيكون دائما أول سؤال في قسم القواعد بالتوجيه تعافي رجيكم بسنة ثانية هاي احنا هون بعرفش احنا هون هاي سنة 2021 لا تلفه كثير هاي بسنة 2021 واحد وعشرين أستاذي هاي قسم القواعد كان علي تلاتين علامة أول سؤال complete the sentences with the correct tense of the verbs in brackets أكمل الجمل التالي بصيغة صحة الأفعال في عندي هون هذا السؤال في عندي هون هذا السؤال على الوحدة الأولى والوحدة الثالثة دائما بسوي أن أنا بطلع كلمات مفتاحية ومعظم الجمل بيكون في عنها كلمات مفتاحية يعني مثلا الجمل الأولى هون عندي every Tuesday present simple هون عندي when هون عندي sense هون عندي that والفعل بيأتي بعدها break into في عندي هون now كل جملة بتيجي لكل وزارة بيجي عليها كلمات مفتاحية والكلمات المفتاحية كمان مرة أستاذي من لقيهم بهذا الجدول ومن لقيهم بهذا الجدول إذا إنتوا حفظتوا الجدولين هؤلاء الخمس علامات هاي السنة روح يكونوا في جبتكم إن شاء الله تمام يلا السؤال الثاني بي مين يقرأ السؤال بي هاي شما معنا على الزوم معنا 21 يلا مين يقرأ سؤال بي نغم أدهم محمد زهران ناسي أنا هادا طب يلا اقرأ منحله مع بعض سأرادي قم بإمكان البشرات تنسل هنا يص allegiance atlantic Write ه جد ليس السؤال ايد ٤٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٢٠٠٠٠٠ُ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٦٠٠٪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠... يجب أن أقص شعري قبل الودين هناك ثقة ثقتراتي لكي فعلي أخرج كثيرًا يجب أني أceğiz بالفعل بعد العمل جدًا هنا البيئة هنا وحكينا أستاذي إذا نرى Ask someone دائماً نحن نحذفها نحن حولنا أنا أريد أن أقص شعري قبل العروس أنا أريد أن أقص شعري قبل العروس في امتحان الوزاري عندي هون أستاذي I couldn't sleep well يعني ما قدرت أنا منيح So I asked the doctor to test my eyes فأنا طلبت من الدكتور يشوف عناي فأنا أريد عناية نشاف أريد أسويها قلت لك أستاذي قبل شوية لما أنا أرى Ask someone Ask The doctor أريد أعذفها صح؟ بعض التو هون عندي بلاء الفعل وعندي المفعول به إيش؟ My eyes صح؟ أم لا مش صح؟ سمح أستاذ 100% هلأ شو دا تصير أستاذي؟ بنسبة لل test my eyes بنا نعكسها بدأ أسوي هيك أول إيش دا أكتبها I بنحط قبلها get أو have لكن هنا لا أضع get أو have بدأ أضع got أو had لأن هنا لدي الجملة بالماضي فهون تصير I got ننزل بعدها المفعول به My eyes والفعل test بدأ حوله لتصريف الثلاثة ما يحدث؟ ما يحدث؟ ما يحدث؟ tested tested فهون تصير I got my eyes tested بدأ يعني أنا انفحصوا عيوني تمام؟ فبس أنا بدور على الفعل بدور على المفعول به بعكسهم بحول المفعول به للتصريف الثالث بحط قبله get أو have تمام؟ يلا الجملة البعديها You need to ask the technician to update your laptop يلا شونا نحدث؟ قبل You need to get Ask the technician Ask the technician يس يلا منا نبلش فيها يلا You need to get your laptop updated أنت لازم يعني تـ update your laptop قديش عليه هذا السؤال؟ خمس علامات علامتين علامتين وإحنا هنا فينا خمسة واثنين صرنا جايبين سبع علامات من سؤالين اللي هم واضحين كمان مرة أستاذي راجعوا كمان مرة هاي الوحدة موجودة عندكم هيا بالدوسية بشكل واضح ومبسوط وغير هيك مبسط مبسوطة تسني وغير هيك أستاذي هيا هيا بالدوسية بصفحة ستين كل سنة بيجي السؤال كل سنة علي علامتين أو ثلاثة ودرسوهم حرام أي حدا يضيع هذا السؤال لأنه سهل تمام؟ طيب يلا نروح على السؤال اللي بعده Report the following يلا اللي أخذ معي الدورة Report شو معناها في السؤال هون؟ ذكريني يا نغم كلام منقول الكلام المنقول report منا نحولها من كلام مباشر لكلام غير مباشر تمام من direct ل indirect تمام لreported speech لكلام منقول إذا منتطلع أستاذي هون عندي ask أول تنتين هون عندي reported questions اللي هما كيف نحول الأسئلة من مباشر لغير مباشر هون عندي بالجملة الثالثة عندي advice هون احنا منحكي عن reported advice كيف نحول النصيحة من مباشر لغير مباشر تعالوا نحل أول تنتين بس نتذكر بالسؤال المباشر والغير مباشر أرجع لكم عليه اتفقنا أستاذي إنه في عنا ثلاث خطوات عشان نحول سعب ألي بلكم هاي الخطوة الأولى أستاذي هي إنه أنا بحدد نوع السؤال بدي أسأل فعلي إذا السؤال yes or no ولا wh question إذا السؤال كان yes or no إيش ننظيف يلا هيا موجودة عندكم إذا السؤال إذا السؤال wh من أن ننزل wh الخطوة الثانية من أن نحول الفاعل تمام؟ هل كنت بالدار لما اتصلت لك؟ موسى سأل أحمد إذا هو في الكلام المباشر عادةً يكون المخاطب هو أنت في السؤال الغير مباشر من حوله حسب مين لنسأل يعني موسى سأل أحمد من أن نحول الأشي لأحمد موسى سأل رانيا من أن نحول الأشي لرانيا موسى سألنا من أن نحول الأشي لإلنا وآخر شيء من أن ننزل الفاعل بس لما ننزل الفاعل من أن نرجعه زمن لورا أفكر أخذناه تعالوا نتطلع أنا وإياكم على السؤال عندي هون هل تريد أن أحمدك في المنشور؟ أريد أن أعمل لك تاج على المنشور أنا سألت سامي أريد أن أسأل سامي أنا سألت سامي إذا هو أريد أن أحمده تاج على المنشور أول شيء نسأل حالنا حكينا نفترض أنه في عنا ثلاث فراغات أول شيء هذا السؤال يس ألت ألا وش أو الح يس ألت ألا يس ألت ألا هل يس ألا إلا نضيف أول شيء ف ف اخذنا نص علامة تاني شيء ال يوم الموجودة هنا، نتخلص منها نحولها حسب سامي ترجع لسامي لأن سامي أسادي لها هي يس ألت ألا الخطوة الثالثة عندي هون دووا أنت ألم تمام؟ حكينا دوم نمحيها ندور على الفاعل ك Hej ماذا يحدث؟ أريد 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 الجملة الثانية which topic did you choose to talk about على أي موضوع أنت تخطرت أنك تحكي سألوها على أي موضوع فهي خارت أنها تحكي يلا ياسر نولة WH WH يلا ما ننزل WH WH which topic أي موضوع يس بعدها لدينا اليونة نتخلص منها نحولها حسب هير ما يحدث؟ شي ممتاز والدد ما نفعل بالدد؟ أريد 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 جعل الجدول لا سألوها هين معي أريد هيا دد هذه هي past symbol نحاولها past perfect يلا هينة سعدك التسريف ما هي تصريفه الثالثة؟ تصريفه الثالثة إذا شفتوا against، تضع بعضها ING شفتوا ذات، دوروا على الجملة، خذوها من أولها وحاولوا الإز والأر والأعمل وزوير كان وقد أما ما شفنا against، ولا شفنا ذات ندور على الفعل، بس نحط قبله في هاي الجملة، وين الفعل؟ It's not a good idea to write your password down write your password بالضبط، بس ننتبه يا محمد أنه هون عنا نفي It's not a good idea، ليس فكرة كويسة أنك تكتب باسوردك البروغرمر الذي هو المبرمج نصحنا لا نكتب بالباسورد، صح؟ ما شو بتصير؟ Not Not versus not to Not to write our password down نعم، وهلا هون عنا الضمير your بتصير حسب us our password down Not تتيج قبل to ولا بعدها قبل to not to write our password down تمام؟ واضح أستاذي؟ واضح واضح، سهل، هاي كمان ثلاثة علامات، صارنا جايبين عشرة هلا، السؤال اللي بعده circle the correct answer ضع دائرة حول الإجابات الصحيحة لما بجيكم أستاذي سؤال زي هذا اختاروا الإجابة الصحيحة أول إشي بسويه بطلع على شو في بين خسين عشان أعرف السؤال عن إيش حكي تمام؟ عنا بين خسين هون probably want could going to publish publishing may may model verbs or how to speak future how to speak المستقبل إذا متذكرين أعطيتكم جدول في النسب وأعطيتكم استخدامات will going to present continuous متذكرين؟ تمام، يلا، أقرأ للجملة الأولى she is not an active student and doesn't study hard so she probably won't pass her final exams مية بالمية she is not an active student يعني هي مش طالبة نشيطة and doesn't study hard ما بتدرس كويس so she لذا هي probably want قديش حكينا بتعطينا احتمال؟ عشرة بالمية عشرة بالمية could قديش تعطينا؟ خمسين 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 يس فهي عشرة بالمية خمسين بالمية تنجح بامتحاناتها ما بتدرس ففرصة إنها تنجح أعلى ولا أقل؟ أقل أقل فأكيد منروح على probably want زي محل ممتاز أستاذي يلا جملة الثانية يلا الصبية اللي كانت تكي هلأ ليش مستحيين يا جماعة يلا حدا يحل حال؟ يلا حال يا محمد عندما تنجح 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 هذه هذه الجملة صار عليها بلبلة هاي السنة شو ما حلته بتكون صح لكن في ناس بتقولك بما إنه experts and scientists ففرصة إنهم لقوا حل أعلى فوحلوها ما يول أنا بشوف التنين صح أستاذي فهي الجملة صار عليها بلبلة شو ما حلته هاي السنة كان أكيداً حسبت صح تمام؟ نأتي على السؤال اللي بعده اللي هو Reduced Relative Clues Reduced Relative Clues أنا شرحته بآخر حصة جيته عندنا هون اللي هي الوحدة الخامسة اللي هو على الجملة الموصولة المخففة إيش منحذف؟ The first round That نو منحذف That ومنحذف Have بس دا أقولكم شغلة Win hi منحلها winning لأنه ما أجب بعد have been منضيفها هيك ing أما بالجملة بتحتيها منمحي Who Who had been منحط Who had been لا منمحي Who had been دائماً has have had بها الوحدة لازم يجي بعديها been لأنه هون احنا بنحكي عن passive عن إشي مبني للمجهول تدخل ليش في هاي الدوامة أنا بقول لك إذا بتشوف has have had بيكون بعضهم been بتحذفهم مع ال been ما إجاش بعضهم been إجا بعدهم فعل فعل ضيف له ing ما إجاش بعضهم فعل بيكونوا هم الفعل نفسه بيضيف لهم ing بتصير having هون احنا بنحكي بمعنى يمتلك تمام؟ لكن هذا السؤال هو يعني سؤال سهل كل سنة بيجي عليه على 2 3 ممنوع ولا واحد فيكم يضيعه تمام؟ نروح على السؤال اللي بعديه هلا هون في عنا بهذا القسم سؤالين ما حدا يتفلسف ويحل a b c 3 مع بعض يا بتحله a b يا بتحله a c غير هيك إذا بتطلع على a a موجودة بمشقين عنا 1 2 فإذا أنت أخذت a بتحله 1 و 2 بتحل السؤال كامل تمام أستاذي؟ يلا السؤال الأول بحكي choose the correct answer اختاروا الإجابة الصحيحة قلت لكم قبل شوي لما منشوف هذا السؤال أول إشي بنطلع عليه البين قسين هنا عندي ing two infinitive أي وحدة هاي؟ طبع ال avoid two yes الوحدة الثانية السؤال كثير سهل أول واحدة عندي الفعل قبل القسين عندي stop صح؟ حكينا إذا أنا وقفت الإشي ing وقفت عشان إشي two infinitive two infinitive yes stop eating وقفنا أكل ولا stop to eat وقفنا عشان أكل عشان ناكل يلا نصحني أني أوقف أكل حلويات قبل الوجبات يلا الجملة الثانية thank you for agreeing الفعل agree إيش بيجي بعده؟ to help yes ممتاز وآخر واحدة عندي هون الفعل love وابليه would to attentive to attentive yes yes لو ما إجاش قبلها I would إجت I love I love I don't think 100% excellent أستاذ هايكم متذكرين هذا تمام السؤال اللي بعده rewrite the sentences using the words between brackets أكمل الجمل التالية أو أعد كتابة rewrite أعد كتابة الجمل باستخدام الموجود عندي بين قصين في عنا regret و wish هذا الوحدة التاسعة أذكركم فيه أخذنا قبل حسطين ونحن we express past mistakes نحن نعبر عن أخطاء الماضي or expressing regret أو التعبير عن الندم لا أين أنا طرت هيا أستاذي إذا تتذكر وقلت لكم عندكم ثلاث طرق من أن نحفظها wish يأتي بعدها subject had إذا فيها hadn't بعدها الفعل بالتصريف الثالث regret يأتي بعدها not بعدها الفعل مع عندي should shouldn't have ثلاث تصريف الثالث حكينا أستاذي أن wish should يكونوا نفس الجملة عكس الجملة إذا الجملة منفية فهم يكونوا مثبتات الجملة مثبتة فهم منفية regret نفس الجملة نأتي نتطلع على هون أستاذي ونطبق القاعدة الذي تذكر أول ما نفعل they regret بعد regret ما الذي يأتي لنا هيا not they no بعد regret ما يأتي لك أستاذي أيضا كمان مرة subject بس بعد وش هلا أنت حكي تيها regret not لأنه هون عندي weren't بعدها الفعل مع ing weren't إذا نضيف لها ing كيف تصير حتى تلكم إياها ترك على اللوح يلا شو أصلها إشي wearing where being بتصير ممتاز محمد they regret not being active in their work ممتاز مخلص المادة هو الوحيد الدارس كمان مرة أستاذي قلت لكم هاي trick ننتبه لها الفعل كان عندي هون هو where تمام وإحنا بنعرف إنه regret بيجي بعدها أستاذي ing تمام فأنا إذا أضيف لها wear ing ما بتصير wearing بنرجحها لأصلها أصلها هي verb to be فمنرجحها لبي ومنضيف لها ing وليش ضفت أنا هون لأنه حكيت لكم regret دائما نفس الجملة إذا الجملة منفية فهي منفية they weren't active in their work يعني ما كانوا نشاطين في شغلهم ندمنين إنهم ما كانوا نشاطين في شغلهم تمام كمان مرة بي مش state verb بي هي مش state verb نهائيا طيب اللي بعديها she bought a lot of expensive clothes يعني اشترت كتير أواعي غالية ياريتها اشترت ولا ياريتها ما اشترت ياريتها ما اشترت ياريتها ما اشترت ياريتها ما اشترت فوش هون تكون عكس الجملة الجملة هون مثبتة ووش تتكون عكسها أول إشي بسوي بنزل she wishes يلا بعد ووش اش بدو يجي عندنا يلا من القاعدة she not had bought she not ولا she hadn't hadn't he hadn't yes bought a lot of وإلى آخر الجملة expensive clothes السؤال عليه على مدين تمام هلا بالنسبة للسؤال اللي بعضه هذا السؤال اللي بعضه احنا ما أخذنا بالدورة السؤال اللي بعضه هون لاننا choose the correct answer في عندنا هون استاذي صفات هاي الصفات إما بتكون مع ing تمام أو بتكون ايش صفات past participle تصريف ثالث لنأخذ على سبيل المثال كلمة touch يعني touch touch معناها يلمس تمام فاعل مين المؤثر اللي هي القصة فهي ايش اسم فاعل لما أنا بقولكم أنا تأثرت من القصة بحكي I am touched أنا هون اسم مفعول ووقع علي الصفة فبحكي أنا متأثر فأنا بدي أعرف هون كلمة mistake شو معنات mistake؟ خطة خطة هلا هون عندي mistake مع ing وفي عندي mistaken بدي أعرف هل هي اسم فاعل ولا اسم مفعول I had a mistaken view وجهة نظر مغلوطة كلمة مغلوطة هون هي كانت اسم فاعل ولا اسم مفعول أنا أكثر من هيك هذا الدرس بعرفش أشره mistaken أنا بفكر إنها هي mistaken view اللي هي كانت اسم مفعول تمام أما الجملة الثانية طلع عليها عشان توضح أكثر my new co-worker يعني زميلي في الشغل الجديد إسه عند الفعل annoyed annoyed معناها يزعج صديقي مزعج كلمة مزعج هل هي اسم فاعل ولا اسم مفعول صديقي اسم فاعل ولا اسم مفعول صديقي اسم فاعل اسم فاعل اسم فاعل تمام مزعج هو مزعج yes annoying تمام annoyed بتكون هو مزعوج he is annoyed يعني هو مزعوج هناك بتصفي اسم مفعول وقعت عليه الصفة تمام هلأ هون في عنا كلمة city city معناها مدينة مننا نحكي مدينة ضائعة كلمة ضائعة هل هي اسم فاعل أو اسم مفعول اسم مفعول اسم مفعول اسم مفعول فبتكون lost city تمام يعني هذا السؤال هذا الماكسموم بادر قلك عليه اللي هو إما بتكون اسم مفعول أو اسم فاعل إذا كانت اسم مفعول فهي بتكون إيش تصريف ثالث اسم فاعل بتكون مع ing تمام هلأ السؤال اللي بعده هادي question tag إيش يعني question tag السؤال المضيل السؤال المضيل السؤال المضيل يلا هي is happy شو بتصير isn't he isn't he نفس الاشي يلا it never snows in spring يعني ولا عمرها تلاجت في الربيعة isn't it isn't it ليش أول شي هون ما عندي كان المساعد عندي فعل أصلي هذه الفعل snow سنوت صح لما بيكون عندي فعل أصلي أنا هون بحطي أما don't أو doesn't أو didn't هلا هون عندي snows مع s يلا شو نحط يعني doesn't does does it ليش مش doesn't لأنه هون عندي نفي نفي صح يلا الجملة اللي بعدها عندي هاي الس إذا تتذكر قبل ما تستعجل الس هاي ممكن تكون إما إما is أو has صح حسب اللي بعدها عند اللي بعدها عند اللي بعدها الفعل run الفعل run تصريفه run 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 تصريفه الأول نفس تصريفه الثالث بس أنا أعطيكم تب صغير لو كانت هاي is هاي لازم يجي معها ing فبالتالي هاي ايجزا تكون has has yes أنت تصير hasn't it تمام لأنه لو كمان مرة لو كانت هي is هاي 5 لازم يكون معها ing تمام فهاي أكيد تكون has هزنت هي أو هزنت it هزنت هي آسف أنا مخربьش لأنreen هلاك صحي آخر سؤال واستاذ هي أنا بأنصح الجميع أنه يتجنبوا اللي هو correct the following sentences صحح الجمل التالية There is one mistake in each sentence There is a mistake in every sentence The first sentence Sarah has already booked the ticket She is going to travel to France next week Come on Who is going to do it? There is a mistake, of course What is the mistake? No, after already we have to put this Start going to Start going to well Yes, what do you say? Start going to well? No She will travel What do you have here? Going to travel next week Next week When you have a time to finish Continuous will be 100% The mistake here is not she is going to travel This is the mistake What will happen? Instead she is going to travel She is going to travel What will happen? She is going to do it No She is going to traveling No She is going to go to And then she is going to present continuous She is traveling to France next week Okay? Okay? Muhammad I just missed the 7.30 bus But it's okay I'm going to wait for the next one I'm going to wait for the next one Going to I will I will wait for the next one Why? Why? أن خطة فجائية It's okay It's okay So I'm going to wait for the next one I will wait And I told you to always The next one When we see it's okay We know that the thing is fجائous So we put it always I will Okay? 100% لا تجري أن يأتي معهم هذا وفير بثري تجري أن تجري أن يتبعها تجري أن تجري أن تجري أن أشكرك في الـ 1-3 أنت تحذب اجري هنا يجري أن تجري أن أعطى تجري أن أعطى أن أفكره لكنها لا احاول أن تفرس 100% لا تجري أن تفكره أشكرك كيف تحكير I-N-G I-M-G تصير like screaming ممتازة أستاذي لبعضها you aren't looking 15 years old you seem older يلا شو الخطأ لي بست الباب ليش بست الباب الفعل look كمان مرة شو بتصير ياس نعم بدل you are looking you look تبدو كأنك خمسة عشر سنة لأنه ونحقك كثير أه بس أنا آسف هلا هون ما بوضبط look you don't look لأنه هون عندي نفي صح أنا دان في المضارع البسيط كيف فنفي I love you I don't love you you aren't looking تصويها you don't look 15 years old تمام؟ آخر واحدة بدها حدا جدع we were able to stay at the hotel since we were reserving a room in advance بتصير هذا حد عشان تمام؟ هي مش بالزبط هيك تمام؟ هلا لكل قاعدة شواد أنا مضبوط قلت لك أنه since 4 دائما نحط معهم هاذ have been مع ING تمام؟ since هون معناها لأن هي مشكلة مفتاحية هون الجملة بتحكي لك أنه إحنا كنا قادرين نقعد في غرفة في الوتيل لأنه حجزنا غرفة مسبقا هون إذا بتطلع هون حضرت لك إياها حضرت لك إياها past continuous and swear reserving يعني كنا نحجز نحن لم نحكي كنا نحجز لأنه حجزنا هون إحنا ما نحكي عن حدث طويل حدث أصير قطعه هون إحنا نحن نحكي عن two actions واحد فيهم صور قبل الثاني يعني perfect نعم فwhere reserving ماذا تحدث يا محمد؟ had reserved yes لأنه حجزنا شقة لأنه حجزنا غرفة أستاذي كمان مرة هذا السؤال اللي هو correct mistakes دائما نصيحتي لوجه الله تعالى هو 99% من المرات لما يأتي بالوزارة بيكون سؤال اختياري اتجنبوا لأنه سؤال صعب نحن من يدوب نعرف أنه السؤال على هذه الوحدة وهلا هلا حلينه لما يأتيكم سؤال زي هذا اللي سبتكم تحذره من أي وحدة وشو الخطأ اللي فيه انسوكم منه اتجنبوا الآن بظل عندي آخر قسم في الامتحان أستاذي اللي هو الرايتنج الرايتنج اللي معناها الكتابة الآن الرايتنج الجلسة الأولى تبعه العلمي او جلسة العلمي هي نفس الرايتنج الجلسة ثانية تبعه الأدبي لكن باختلاف الموضوع تكون عبارة عن essay بالنسبة للأدبي بالجلسة الأولى الكتابة عادةً تكون هي كتابة مهنية تكون عندك ثلاثة او اربعة موضيع بالفصل الأول وثلاثة او اربعة بالفصل الثاني فانت بتحفظها تابعه الفصل الأولية تابعه الفصل الثاني لأنه عادةً بيجيبوا عندك موضوعين تختار منهم واحد وانت بتغير فقط كلمات بسيطة أما بالنسبة للإساية المقالة المقالة هي موضوع ثاني رح نحكي عنها بورشة ثانية تمام أستاذي؟ احنا اليوم أستاذي بس تعلمنا عن هيك الامتحان الوزاري شفنا انه أربع أقسام عنا reading comprehension فهم استعاب أربعين علامة vocabulary خمسة وعشرين علامة language اللي هو القواعد خمسة وعشرين علامة الرائتنج هم عشر علامات صار لهم كزا سنة ماشيين بها نفس هذا النظام بتوقع هاي السنة إذا ما صار أي تغيرات عشان الحرب يكملوا بنفس النظام تمام أستاذي كان واضح الامتحان او تمام أستاذي أنا مضطر أنهي الزوم هون يعطيكم العافية أستاذي تعرفتكم جميعا يعطيك السلام عليكم شكرا